الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وبعد فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري حيث كنا قد قرأنا بالأمس عددا من الأحاديث الموردة في كتاب الصلاة ولعلنا نواصل الحديث في ذلك تفضل بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلي ووسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان ليفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها فغاضبها يوما ثم خرج فاضجع إلى الجدار في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد علي في البيت فقال أين ابن عمك قالت في المسجد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مطجع في الجدار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو مطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول قم اجلس يا أبا تراب قم يا أبا تراب قوله في هذا الحديث كان حب أسماء علي إليه لأبو تراب وذلك أن بعض شانئ علي رضي الله عنه كانوا ينبزونه بهذا الاسم أبو تراب ويظننا أنهم يعيبونه بذلك وكان يفرح بهذه الكنية ويفخر بها وذلك أن الذي أطلقها هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أن الإنسان قد يعاب بشيء هو مفخرة له وفي الحديث جواز إطلاق أكثر من كنية على الرجل الواحد وفي الحديث جواز التكنية بأبي تراب وأنه لا حرج فيها وفي الحديث أن الأسماء قد تتفاوت في منزلتها عند صاحبها فيكون بعضها حب إليه من غيرها وفي هذا الحديث أيضا إطلاق الاسم على الشخص لأدنى مناسبة تحصل عنده وفي الحديث أيضا أن حصول شيء من المغاضبة والمخاصمة بين الزوجين لا يعني نقصان مكانتهما أو انفصام رباط الزوجية بينهما وفي الحديث من الفوائد جواز نوم الرجل في المسجد وفي الحديث أيضا الاستناد إلى جدار المسجد وفي الحديث تفقد والدي المرأة شأن ابنته مع زوجها وتفقده لبيتها كما فعل صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إصلاح الرجل لما بين ابنته وزوجها من المغاضبة وفي الحديث من الفوائد تذكير الإنسان بالقرابة التي بينه وبين من يخاصمه ليكون ذلك أدعى لحصول التصالح فيما بينهم ولذا سأل فاطمة أين ابن عمك؟ وفي الحديث جواز إخبار الزوجة بما يحصل بينها وبين زوجها إذا ظنت في ذلك تحصيل مصلحة وفي هذا الحديث من الفوائد أن نومة القيلولة وي نومة نصف النهار كانت مشهورة عند الناس في زمن النبوة وفي هذا الحديث أيضا تفقد الإنسان لقرابته والنظر في أحوالهم وسؤال من يكون عندهم قريبا منهم ولذا قال الإنسان انظر أين هو وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن سقوط الرداء وهو اللباس الذي يكون على أعلى البدن يمكن ولا يدل على ظهور شيء من عورة الإنسان وفي هذا الحديث استدل طائفة من أهل العلم بأن الظهر بالنسبة للرجل ليس من العورة وفي الحديث ما كانت عليه مساجدهم في الزمان الأول من كونها من التراب وفي الحديث أيضا الرفق بمن يخاطبه الإنسان وتكنية ليكون ذلك أرفق به أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت السبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته قوله في هذا الحديث رأيت سبعين من أهل الصفة الصفة مكان في المسجد في مؤخرته كان يأوي إليه أصحاب الحاجات ومن ليس لهم سكن في المدينة ويسدل بهذا على جواز نوم الرجال في المكان المخصص لذلك في المساجد وفي الحديث أيضا جواز الاكتفاء بالثوب الواحد في الصلاة واللباس وفي الحديث أن الإنسان إذا لم يكن عنده إلا يزار شرع له أن يربطه في عنقه ما لم يؤدي ذلك إلى ظهور شيء من أسفل بدنه مما يكون من عورات كالركبة والفخذ وفي الحديث جواز أن يكون اللباس إلى أنصاف الساقين وقد ورد في الحديث النهي عن الإسبال واختلف أهل العلم في الأفضل بالنسبة لللباس فقال طائفة لأنه يستحب أن يكون إلى نصف الساق لهذا الحديث ولما ورد في الحديث إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه والجماهير على أن الأفضل أن يكون فوق الكعب قالوا وهذا الحديث إنما هو في من لا يجد اللباس من أمثال أهل الصفة الفقراء فحديث لباس المؤمن إلى أنصاف ساقيه بيان للحد الأعلى من ما يبلغ الإزار من الإنسان وليس فيه بيان الحد الأدنى وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا إلى صلاة الخسوف يجر إزاره وفي لفظ الرداء فدل هذا على أنه كانت ثيابه تصل إلى قريب الكعبين وهكذا في حديث أبي بكر رضي الله عنه إن إزاري لا ينسحب إلا أن أتعاهده فدل هذا على أن الغالب من أحوالهم أن أرديتهم وثيابهم تكون فوق الكعبين ولذا قال في هذا الحديث ومنها ما يبلغ الكعبين وفي الحديث تحرز الإنسان على عورته وتفقد نفسه لألا يظهر شيء منها حسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل فكنت على جمل ثفال قطوف إنما هو في آخر القوم فتعجلت عليه فأبطأ بي جملي وأعياء فلحقني راكب من خلفي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت إني على جمل ثفال فأبطأ علي جملي وأعياء فتخلفت قال أمعك قضيب قلت نعم قال أعطنيه فنزل يحجنه بمحجنه فضربه فزجره فنخس بعيري بعنزة كانت معه ثم قال اركب فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار بعيرك أحسن ما أنت رائم من الإبل فكان من ذلك المكان من أول القوم فقال كيف ترى بعيرك قلت بخير قد أصابته بركتك قال بعنيه فاستحييت فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير فاستثنيت حملانه إلى أهلي قال ولك ظهره إلى المدينة قلت نعم فبعته إياه فلما دانون من المدينة جعلت أرتحل قال ما يعجلك أين تريد قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا تزوجت مرأة قد خل منها قال أفلا جارية تلعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ما لك وللعذارا ولعابها قلت إني لي تسع خوات إن أبي عبدالله توفي وترك بنات جواريا صغارا فكرهت أن أتزوج خرقاء مثلهن فلا تؤدبوهن ولا تقوم عليهم فأحببت أن أتزوج مرأة ثيبا قد جربت وخل منها تعلموهن وتؤدبوهن وتجمعوهن وتمشطوهن وتقوم عليهم قال فذلك ائت أهلك أصبت بارك الله لك أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس فلما قدمنا وذهبنا لندخلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرارا أمر ببقارة فذبحت فأكلوا منها ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت الغدا فأخبرت خالي ببيع الجمل فلا مني فأخبرته بإعياء الجمل والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مواكزه إياه فغدوت إليه بالبعير أراه قال ذحى فجئنا إلى المسجد فوجدته على بام المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل ناحية البلاط فقلت هذا جملك فجعل يطيف بالجمل قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا رضي الله عنه أن يزين له أقية قال يا بلال اقضه وزده فوزنري بلال فأرجح في الميزان فأعطاني أربعة دنانير وزادني قيراطا فانطلقت حتى وليت قال دعو لي جابرا قال قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال استوفيت الثمن قلت نعم قال ما كنت لأخذ جملك خذ جملك فهو مالك ولك ثمنه فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهم مع القوم قال جابر لا تفارق ومي زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القيرات يفارق جراب جابل بعبد الله فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة حديث جابر حديث عظيم كثير الفوائد وقوله هنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة في لفظ في سفر فيه استصحاب أهل الفضل وأصحاب الولاية ليستفيد الإنسان من صحبتهم كما كان ذلك من شان جابر وجابر وأبوه صحابيان جليلان وأبوه مات في غزاة أحد وهذا الحديث يتكلم عما بعد تلك الغزاة وبعد وفات والد جابر عبد الله رضي الله عنه قوله فلما أن أقبلنا يعني لما رجعنا من تلك السفرة أو الغزوة وأصبحنا مقبلين تجاه المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل أي من أراد أن يسرع ليصل إلى أهله فذلك مأذون له فيه قال جابر فكنت على جمل ثفال يعني ردي لا يسرع ولا يتمكن من مصاحبة من يسرع من القوم قطوف إنما هو في آخر القوم فهذا شأنه أنه لا يتمكن من أن يصحب أول القوم قال جابر فتعجلت عليه يعني أردت منه أن يعجل في المشي وليأتمكن من الوصول إلى أهلي لكنه أبطأ بي جملي وأعيا أنه تعب ولم يتمكن من أن يجاري أوائل القوم قال فبينما أنا كذلك عالج جملي لعله أن يصحب أول القوم إذا براكب من خلفي قد لحقني فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تفقد صاحب الولاية من في ولايته وتفقد قائد الجيش من يصحبه ممن يقاتل قال فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أي من أنت يا أيها الرجل وكأنه قد كان متلثما أو مقنعا وجهه فقلت جابر بن عبد الله فيه سؤال الآخرين من أنتم ومن أنت وأنه لا حرج في ذلك ولا نقص على السائل ولا على المسؤول عنه وفي الحديث أخبار الإنسان عن نفسه بإسمه من أجل أن يعرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم على جهة السؤال جابر فقلت نعم قال ما شأنك أي ما السبب الذي جعلك تتأخر وتكون في آخر القوم وفيه سؤال لإنسان غيره عن أحواله وعن الأسباب التي جعلته يسير على تلك الحال قال جابر إني على جمل ثفار يعني ردي فأبطأ علي جملي أي تأخر وأعيى أي تحب فلم يتمكن من لحوق أول القوم ولذلك تخلفت أي لم أعد أجاري بقية الجيش في سيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك قضيب بنحو العصى قلت نعم قال أعطني يعني أعطني هذا القضيب فنزل يحجنه أي يضربه ويطعنه من أجل أن يسير وأن يترك عنه البطاة والتأخر في السير وفي هذا دلالة على جواز ضرب البهيمة بما يحقق مصلحة كإسراعها من أجل أن يلحق صاحبها بصحبته وقال فضربه فزجره فنخس بعيري بعنزة كانت معه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اركب كأنه كان نازلا قال فركبته أي ركبت الجمل فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه أصبح يسرع سرعة شديدة حتى أنني أردت أن لا أسبق النبي صلى الله عليه وسلم في مشيهي قال جابر فسار بعيري كأحسن ما أنت رائم من الإبل أي أصبح يسرع وذهب عنه التعب والإعياء وأصبح يتمكن من اللحاق بالقوم ولذا قال فكان الجمل من ذلك المكان من أول القوم أي تقدم الناس وأصبح أمامهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر كيف ترى بعيرك أي ما هو الحال التي أصبح البعير عليها بعد أن كان يبطئ في المشي فقال جابر بخير قد أصابته بركتك أي أنه أصبح وقد ذهب عنه الإعياء والتعب وأصبح يقارن القوم في مشيهم وقوله قد أصابته بركتك البركة الزيادة في الخير والنماء فكأنه قد استشعر أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كان سببا في صلاح أحوال هذا الجمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه وفي هذا جواز أن يطلب الإنسان من صاحب المال بيع ماله إليه ولو على جهة الابتداء ولو لم يقم صاحب السلعة بعرض سلعته قال جابر فاستحييت يعني أنني إن خنست وضعفت حالي كيف يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشراء ولذلك سخت نفسي على جهة الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعرض جملي بدون ثمن فقلت بل هو لك أي أنت تملكه يا رسول الله ومن ثم لا تحتاج إلى شرائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعنيه أي لا أقبله على جهة الهبة والهدية وإنما أقبله على جهة الشراء ثم قال صلى الله عليه وسلم قد أخذته بأربعة دنانير والدينار عملة ذهبية يكون مقدارها بأربعة جرامات ونصف تقريبا وفي بعض الروايات أنه قال قد أخذته بأوقية قال جابر فقلت أستثني حملانه إلى المدينة أي أنني قد بعتك الجمل لكن بشرط أن ما يحمله الجبل إلى المدينة لي وبالتالي أتمكن من حمل أمتعتي على هذا الجمل وهذا استدل به فقهاء الحنابلة على جواز أن يشترط أحد المتبايعين منفعة لنفسه وذلك أن الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على أنواع منها أن يشترط ما هو من مكتظى العقد فهذا صحيح بالاتفاق ومنها أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا لمصلحة العقد فهذا أيضا جائز بالاتفاق وثالثا يشترط أحد المتعاقدين منفعة له فاشتراط المتعاقد منفعة له هذا من جنس اشتراطي جابر حملان البعير إلى المدينة وهذا النوع من أنواع الشروط منع منه جمهور أهل العلم فمالك وأبو حنيفة والشافعي على بطلان هذا الشرط وستدلوا عليه بحديث نهى عن بيع وشرط لكنه حديث ضعيف لا يصح أن يعول عليه وذهب الإمام أحمد إلى جواز أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا واحدا له واستدلوا على الجواز بحديث جابر هذا واستدلوا على المنع من أكثر من شرط بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع وذهب جماعة من أهل العلم واختاره طائفة من أهل الحديث وهو رواية عن أحمد فقالوا بجواز أن يشترط أحد المتعاقدين ما شاء من الشروط التي تكون لمصلحته واستدلوا على ذلك بحديث جابر هذا كما استدلوا عليه بقوله عز وجل أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والشروط جزء من العقود واستدلوا عليه أيضا بحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو شرطا حرم حلالا وهذا القول بجوازي اشتراط أكثر من شرط لمصلحة أحد المتعاقدين في عقد البيع هو القول الراجح في هذه المسألة لهذه الأحاديث قال وفي هذا دلال على أن الشرط الذي يكون في أثناء العقد شرط معتبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك ظهره إلى المدينة أي بعنيه ولك شرطك في أنه يحق لك أن تنتفع بظهره وبما يحمله إلى المدينة قال جابر فقلت نعم فبعته إياه فقال فلما دنونا أي قربنا من المدينة جعلت أرتحل أي أتجهز للرحيل قال ما يعجلك أي ما السبب الذي يجعلك تسبق القوم وتريد أن تصل إلى المدينة قبل الناس أين تريد ما هو مقصدك من هذا الاستعجال قال جابر فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس أي تزوجت قبل وقت يسير فقال صلى الله عليه وسلم أتزوجت فيه التأكد من الشخص فيما يخبر به من خبر من أجل التحقق من خبره وفيه دلالة على أن جابرا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لوليمة عرسه ولذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه فقلت نعم أي تزوجت وفيه أن السؤال معاد في الجواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت بكرا لم يسبق لها الزواج أم تزوجت ثيبا سبق أن تزوجت قبلك فقال جابر بل ثيبا تزوجت مرأة قد خلا منها أي أنني تزوجت بمرأة قد تزوجت رجلا قبلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي دعاك أفلا اخترت جارية بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وفي هذا جواز اللعب بين الزوجين وجواز المضاحكة فيما بينهما ثم قال ما لك وللعذارة أي ما الذي جعلك تترك النساء العذارة يعني الأبكار ولعابها أي ما الذي جعلك أن تترك المرأة البكر التي يكون فيها من نقاوة الفم ما ليس للثيب فأخبر جابر بعذره في ذلك ففي هذا أيضا دلالة على جواز شراء الدواب وبيع الإبل وفي الحديث أيضا جواز أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي هذا أيضا تفقد الإمام لأحوال رعيته وسؤاله عما يكون من أحوالهم ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابر عن أحواله في زواجه فقال جابر في الاعتذار إن لي تسع أخوات وإن أبي عبد الله توفي وذلك أنه استشهد وأصيب في معركة أحد وترك بنات جوارية صغارة إلى بأنها تسع كما هو ظاهر هذه الرواية وقيل بأنهن سبع ولم يكن لهن من يتولى شأنهن إلا جابر رضي الله عنه قال جابر قال جابر فكرهت أن أتزوج خرقاء المرأة مثلهن والخرقاء هي المرأة التي لا تتمكن من صنع شيء ولا تتمكن من إحسان التصرف فحينئذ لا تقوم بتأديبهن ولا تقوم عليهن ففي هذا دلالة على أن المرأة كانت تعين زوجها فيما يتعلق ببيته وولده وأن هذا هو الغالب في أحوال الناس في عهد النبوة أن المرأة تخدم في بيت زوجها وقوله هنا فأحببت أي رغبت وأردت أن أتزوج أمرأة ثيبة أي سبق لها الزواج وقد جربت ومر عليها شيء من رعاية أمور البيت والقيام عليه وحينئذ تقوم بتعليم أخواتي وتأديبهن وتجمعهن وتمشطهن أي تسرح شعورهن وتقوم عليهن أي تتولى شؤونهن وفي هذا مشروعية تأديب الإنسان لأهل بيته ولبناته وقيام على شؤونهن وتفقده لأحوالهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يعني أن هذا السبب الذي ذكرته سبب وجيه يجعلك تتزوج الثيب وتختارها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتي أهلك أي لك الحق في أن تستعجل وتذهب إلى أهلك إلى زوجتك أصبت يعني في اختيار هذه المرأة الثيب في الزواج بها وفي هذا الحديث دعاء الإنسان لغيره بأن يبارك الله له كما دعا صلى الله عليه وسلم لجابر وفي هذا مشروعية الدعاء للمتزوج وفي هذا أيضا فضيلة وجود ولد للإنسان يقوم على أهل بيته من بعده فقال أما إنك قادم يعني ستقدم على أهلك في المدينة فإذا قدمت فالكيس يعني ليكن من شأنك أن تكون معاملا لأهل بيتك بحزم وإحسان حتى يكون من آثار ذلك صلاح أهل بيتك قال فلما قدمنا إقاربنا من المدينة وذهبنا لندخل أي ندخل المدينة على أهلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا أي نهاهم أن يأتوا أهلهم قبل أن يخبروهم بقدومهم عليهم والمعنى ففي هذا النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا قبل أن يخبرهم وفي هذا أن من أطال الغيبة فعليه أن ينبه أهل بيته بوقت قدومه من أجل أن يستعدوا له وفي هذا دلال على أن النهي إنما هو من أجل أن تتجمل المرأة لزوجها وفي هذا دلال على استحباب تجمل المرأة لزوجها قال أمهلوا أي تأخروا ولا تستعجلوا لكي تمتشط الشعثة أي أن من كان شعرها غير مرتب تتمكن من ترتيب شعرها وتسريحه وتستحد المغيبة أو المغيبة والمعنى في هذا أن تحلق عانتها ليكون ذلك أرعى لمكانتها عند زوجها ثم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا وفي هذا الحديث دلال على استحباب التمشيط وتهيئة الشعر وفيها أيضا مشروعية حلق العانة بالحديد ولذا قال تستحدوا وفي هذا أيضا من الأمور أن الإنسان ينبغي به أن يعلم أهله بوقت قدومه وفي وقتنا الحاضر متى كان أهل البيت يعلمون بقدوم غائبهم كفى ذلك وحينئذ لا بأس من أن يطرق الإنسان أهله ليلا إذا كانوا مستعدين له وقال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرارا وهو مكان بقرب المدينة أمر ببقرة فذبحت أي من أجل أن يطعم القوم وفيه إكرام الإنسان لمن يكون معه بأنواع الإكرام قال فأكلوا منها قال جابر ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي أي وصل المدينة قبل جابر وقدمت الغدات يعني صباحا ذلك اليوم فأخبرت خالي أخو والدته ببيعي الجمل فلا مني أي عاتبني في ذلك وقال جمل تحتاج إليه ولا تستغني عنه كيف تبيعه وكيف تجد جملا بديلا عنه قال فأخبرته بإعياء الجمل أي أن السبب الذي جعلني أبيع الجمل هو أنه أصبح تعبا لا يتمكن من لحوق القوم ولا يكون معهم وفي هذا جواز أن يبيع الإنسان سلعة معيبة إذا أخبر المشتري بالعيب الموجود في السلعة قال وأخبرته بالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه قال جابر فغدوت أي ذهبت في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير أراه قال ضحى فجينا إلى المسجد كأنه دخل ببعيره في المسجد وفي هذا جواز أن يأتي الإنسان ببعيره إلى أبواب المسجد قال فوجدته أي وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فدخلت إليه وعقلت أي ربطت الجمل برباط في قدميه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا جملك أي هذا الجمل الذي اشتريته مني فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطيف بالجمل أن يدور عليه يتفقده وفي هذا تفقد الإنسان للسلع التي اشتراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر الآن قدمت أي هذا وقت قدومك إلى المدينة هذا الوقت كأنه يوجد له عذرا في تأخره وعدم تسليمه للجمل في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر نعم أي هذا وقت قدومي فقال صلى الله عليه وسلم فدع جملك أي اترك الجمل فادخل فصل ركعتين وفي هذا مشروعية أن يصلي القادم من السفر ركعتين أول قدومه وأن يصليها في المسجد قال جابر فدخلت المسجد فصليت الركعتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يزن له أوقية قال يا بلال اقضه وزده وفي هذا ما استحباب الزيادة في الثمن الذي يدفع إلى البائع وقال فوزن لي بلال أي أخذ لي من الذهب فوضعه في الميزان فأرجح أي زاد زيادة في الميزان بحيث أعطاني أكثر من ما شريط لي قال فأعطاني أربعة دنانير وزادني قيراطا وهذه من الذهب قال جابر فانطلقت أي ذهبت بعد أن استوفيت الثمن حتى وليت أي رجعت وتركت المسجد وبلاط المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لي جابرا أي اطلب منه أن يعود إلي مرة أخرى فلما جاء الداعي إلى جابر قال جابر الآن يرد النبي صلى الله عليه وسلم علي الجمل وكان قد فرح بالثمن الذي استفاده من الجمل قال ولم يكن شيء أبغض إلي من أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الجمل إلي ويأخذ الثمن فقال فرجع جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له استوفيت الثمن أي أخذت ما أمرت بلالا بدفعه إليك من ثمن جملك فقال جابر نعم استوفيت الثمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لآخذ جملك أي ليس من شأني أن أخذ أغراض الناس وأشياءهم التي يحتاجون إليها ومن ذلك هذا الجمل الذي أنت محتاج له فقال صلى الله عليه وسلم خذ جملك فهو لك فهو مالك ولك ثمنه فجمع له بين رد السلعة المشتراه وبين الثمن الذي أعطاه إياه وما ذاك إلا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرم قال جابر فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل كما أعطاني الجمل كما أعطاني سهمي مع القوم أي الغنيمة أي الجزء المخصص لي من الغنيمة التي غنمناها في تلك الغزوة قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنها سيبقي هذه الزيادة عنده والمراد بالزيادة القيراط الذي زاده على الأربعة الدنانير قال فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي هذا بيان شيء من أحكام الهبات وأنه متى قبضت الهبة لزمت وفي هذا الحديث أيضا حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرع معه لأمته أن يقتدوا به في ذلك وفي هذا الحديث جواز الوكالة كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في أن يفي له بالثمن وأن يزين له أوقية وفي هذا الحديث أن المعيار الشرعي في الذهب هو بالوزن وهو ما كان متعلقا بثقل الأشياء وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن البيع ينعقد بالتفرق بين المتعاقدين وفي هذا الحديث أن كراهية الإنسان لبعض ماله لا تدل على نقصانه وليس ذلك من الأمور الممنوعة ولذا قال جابر عن هذا الجمل لم يكن شيء أبغض إلي منه وفي الحديث أيضا استفاء الإنسان لثمن السلعة التي باعها وفي الحديث كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القراط الذي أعطي مقابل أو زيادة عن أصل العقد فلم يكن القراط يفارق جراب جابر بن عبد الله والجراب ما يوضع فيه الطعام وحاجيات الإنسان يحملها عند أسفاره قال فما زال منها شيء أي لم يفقد منها أي مقدار حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة يوم الحرة يوم قادم فيه جيوش بعض بني يوميه إلى المدينة لما ورد عنهم من مظاهرة ومعاونة بعض من خرج على أصحاب الولاية في ذلك الزمان وبعد المعركة صار هناك شيء من التصرفات التي تتناقض مع ما ورد به الشرع من حماية الأموال بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفقهم لما يحب ويرضى اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا كلها وأن يهدي ذرارينا للخير وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى كما نسأله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين